بسم الله الرحمن الرحيم راح يتم شرح مثال وهذا المثال يوضح استخدام بعض إعازات المعالج 8086 لصف ثالث الكترونيك المثال write an assembly language program to find the difference between each element of matrix A with matrix B then store the result at memory location 200 إذن مطلوب من السؤال هو أن أوجد الفرق ما بين مصوفة A ومصوفة B ثم أخزن الناتج في المصوفة C في السؤال حدد لي عنوان موقع خزن الناتج وهو D IS 200 إذن سيكون بداية الحل هذا السؤال أنه أختار أيضا عنوان للمصوفة A وتم اختيار SI 100 لاحظ move SI 100 وهذا يمثل لي عنوان المصوفة A ثم عنوان المصوفة B عنوان المصوفة B وتم اختيار السجل BX وهو عنوان المصوفة C وهو مكان خزن الناتج سيكون عندي 200 بعد ذلك أحدد لي عداد عداد يتحكم بعدد هذه العداد حتى من ينتهي هذا العداد أنا كنت بالنهاية قد أكملت عملية طرح المصوفة A ناقصا عن المصوفة B فنلاحظ في الحل تم اختيار السجل CX اللي راح نوضع بينه عدد هذه العداد طبعا عدد العداد هو عشرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة فعدد العداد عشرة وكتبنا طبعا بالحكسة أي عشرة وهو data count نعم في البداية راح أختار عنصر من المصوفة A ثم أعمل طرح مع المصوفة B ثم أخزن الناتج في المصوفة C إذا في البداية اللي لا ألاحظ أنه أنقل لي محتويات السجل SI ما موجود المؤشرة عن SI الSI طبعا في السؤال 100 وما دام أن الرقم ما دام موجود ما بين هذه القوسين يمثل لي عنوان يمثل عفوا محتويات ذاكرة يمثل لي محتويات ذاكرة الSI يمثل لي عنوان ومن نضع هذا الرقم داخل هذه القوسين إذا يمثل لي محتويات ذاكرة إذا نقل لي محتويات ذاكرة اللي مشر عليها الSI إلى الAL إذا الAL سيساوي في البداية ثمانية في البداية سيكون بعد تنفيذ هذا اليعاز سيكون عندي AL يساوي ثمانية بعد ذلك رح نقل ثابت راكت ثابت راكت AL ناقصا محتويات Bx AL ناقصا محتويات ال-BX ال-BX هو 110 فمحتويات هذا العنوان هو 3 إذا ما سيكون عندي بعد تنفيه هذا الإعاز أنه سيكون عندي 8 ناقص 3 وراح تكون النتيجة موجودة في ال-AL بعد تكون النتيجة موجودة في ال-AL نستخدم هذا الإعاز وهو الإعاز لا يحتوي على Operant لأنه يتعامل مع ال-AL هذا الإعاز راح يقوم بتصحيح الناتج ويحوله من رقم بالهكسا ديسيمال إلى رقم بالديسيمال إذن هذا الإعاز راح يحول للرقم الناتج من عمله تطرح ويكون بشكل ديسيمال بعد ذلك راح أنقل الناتج إلى المصفوفة C فالمصفوفة C المؤشر عليها هو السجل DI 200 إذن راح أنقل الناتج اللي ينخزن في ال-AL إلى ما مؤشر علينا ال-DI بعد هذه العملية راح أكرر نفس الحالة للأرقام البقية نفس الحالة عيدة للأرقام البقية فأول شيء لازم أغير الرقم SI إلى 101 وأغير الرقم BX إلى 101 وأغير الرقم DI إلى 201 حتى أخذ الرقم الثاني وهكذا فلولاحظ في الحل أنه سيكون عندي SI يساب SI زيادة واحد ثم سيكون بشكل ديسيمال وبعد ذلك سيكون بشكل ديسيمال 101 و11 و20 و1 تذكرون نحن خلينا عداد حتى كل عملية الطرح أنقص من عدد العداد المالي حتى بالنهاية قد أنهيت عملية الطرح لكل عناصر المصوفة إذن بعد ما أزيد وأخذ الأرقام الثانية أنقص عندي ال-DX نقص ال-CX نقص ال-CX سيكون عندي CX يساوي CX-1 فال-CX نحددناه بالرقم 10 إذن سيكون عندي ال-DX سيكون عندي CX يساوي 9 لأنه فعلا بقى عندي 9 أرقام وهكذا سأستخدم إعاز الجومب نوزيرو طبعا الجومب نوزيرو يتعامل مع الإعاز اللي قبل هذا الإعاز فـDX سيتم تنقيصه 9 ثم 8 ثم 7 وهكذا في كل عملية سينقص كل عملية أجريها على عنصر من العناصر المصوفة سينقص CX إلى أن تصبح قيمة CX-0 وبعد ذلك ينتهي البرنامج إذن هذا الإعاز جمب نوزيرو جمب نوزيرو رح يخفز إلى هذا الابل نيكست اللي رح يأخذ لي الرقم الثاني لأن سيكون بعد زيادته سيكون سي مئة واحد اللي يقصد بينه رقم 7 وهكذا وشكرا ليا سيكون وشكرا ليا سيكون ترجمة نانسي قنقر